حبيبي التور في في اكتر من شخص انت على خلاف معهم على امور تافهة على امور سخيفة جدا هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية او نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع رح تخف سلطتها او رح تنتهي او رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك يعني برج التور قصدي يعني ازا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون قصدي لانه 12 برج فيعني بسهل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوي على التور فكل برج يعني بنزله لحاله وبكون ناوي عليه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين برج والتاني بيكون بسبب تركيزي بالورق بسبب تركيزي مش بس بالورق في ابراج في طاقات في ارقام في يعني في كتير شغلات يعني ممكن انه تلفت نظر الواحد او يكون عم بفكر فيها طول الوقت لذلك بيقربط بين بسان بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا التور اكيد هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس اه خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارمة انت رح يرجع لك حق من ورا هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص شوي عنيد شوي ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق فيه لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن بيين عندي هذا الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص تحت تأثير ممكن يكون طاقات سلبية من طرف تالت او اطراف اخرى عم تدخل في الموضوع اه شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر مبين فيه بعقلك الباطن امور اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني اه ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه اه اه الطرفين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة يعني لازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديها فيعني برج التور من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة شهر تارتة شهر كنت في تعلق شديد في هذا الموضوع اه وبتحاول انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي اه وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش مأسسة على اساسات صح فيه امور كتير غامضة فيه امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف فيه الاخباطات عم بتسير كتير بسبب امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني فيه موضوع عمل جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي نبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار فيه فرصة عمل جديدة او نوع جديد من العمل برج التور صح روتيني اه ولكن همه همه خلينا نقول الاول اه اللي هو العمل والمال والكذا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن اه كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم براقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض الطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس مش صح او مش مش متفقين على واحد اتنين تلات لا تركينها للوقت لذلك اي اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة زواج ارتباط من شخص ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه للناس المتبعدين رجوع ولكن بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لا نأجل ممكن بعد هيك شايفيتك حبيبي برج التور من بعد صدر من الاصدقاء من بعد خضلان من واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحد فانا شايفه قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر شي اه عم بشوف ممكن احتمال انه يكون فيه اه حمل مش لنساء برج التور لنساء رجال برج التور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج التور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك اه يا انت يا حدا قريب منك طالع من اه عملية يمكن اه اه او وجع بالظهر يمكن بالااااة او بالظاهر اكتر اة ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير فيه استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج التور رافضين الهم فترة او ما بيعطوا ابدا المجال للجلس الاخر انه يدخلوا في اه علاقة ولكن انا نشايفه بنهايتي اه شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج الدور ما دخل الشباب شباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنت الشاب برج الدور ممكن يتقدم لبنت العازب اللي ما عنده علاقات أو إنه حدا منفصل عنه أعزب تماما أو مطلق أو أرمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزب فممكن أن يكون فيه فكرة زواج ولكن بدون علاقة يعني ما فيه علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن أنها تكون بهذا الشهر هاي الفرصة خلينا نشوف اللي عم بيفكروا وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش مش منتبه أنت يا برج الدور فيه شخص من برج مائي أظن أو هوائي هذا الشخص عم بيراقبك من بعيد هذا الشخص معجب وعم بيدرس الأمور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم شريك واضح أو ضامرين على الشريك الآن عنده مشاكل كتير عنده اصطدام في العمل عنده مشكلة بالعمل ممكن عم تصادفوا بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوف شوي شوي عم يرجع لوعيه عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته أحسن عم عم بتواصل معاك روحانيا حتى لو كان بعيد عنك عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام إذا برج التور هل في تحذير؟ عم بيحذر أكتر إشي مش كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة أو امتحانات الناس اللي عم بيدرسوه من برج التور عم بيحذرهم أن الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك أنت وجهدك أنت ويمكن أقل شوي يعني حاول على قد ما تقدر أنه تركز في الموضوع لأنه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير إذن إجا مش لكل برج التور للي عم يدرسوه ميسج بيشبه شوي وضعه أو بيشبه حياته وما ننسى أنه الإنسان يعني من فصيلة من أي فصيلة كلهاتنا بنعرف بيقولك أنه التجارب اللي أنت بريزنت لي هلأ عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الآن هي بتخدم موضوعك أو هدفك أو يعني الأمور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الأشهر هاي الفترة عم بتكون بتصب بمصلحتك مثل ما أنا قلت لك بالشهر الماضي وأنت فقط استقبلها بصدر رحب وما تتوتر كتير لأنه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي أنه في مفاجآت أو تغييرات من حوله فلأ عم بيطمك الورق وبيقولك أنه يعني شفت الأفعة كيف عم بتكون بتلفلف حولين الشغلات وكذا بيقولك أنت تكون فلكسبل مثل هيك يعني اخلق من العثرة اخلق من العثرة شيء مفيد إلك خلي الأمور تنعكس لصالحك أحياناً بنكون بظروف كتير سلبية ولكن بحركة صغيرة الزكية بشوي نحرك مخنا شوي بتنقلب كل الأمور لصالحنا إحنا بيقولك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام أنت في ظلام أو في ظلمة من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الأمان كنت عم بتحس بيقولك السعادة أو النورانية أو النور من داخلك فأنت ارجع لنفسك The light is here الضوء أو الإنارة أو يعني هذا الموضوع بيكون داخلك أنت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بيحكي لنا لبرج التور أنه بيكفي تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة أنك أنت كبير بالسن أو تفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة أكبر من عمره فهون عم بيقولك عيش حياتك عيش سنك أنت ما تتنكد على حالك بسبب أمور أنا ما بقول إنه برج التور بنق يعني نكد أو كذا لا بس هو شوي بيكبر الأمور هاي الفترة عم بيضخم الأمور فبيقولك لا يعني عيش حياتك عيش سنك اليوم اللي بيجي